أعوذ بالله من خيضان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحرفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعرب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعرب من يتخذ ما ينفق مغرما ويترباش بكم التوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعرب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والساذقون الأولون من المهاجرين والأنشار والذين اتبعوهم بإنسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري بتحتها الأنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعرب منافقون ومن أهل المدينة من ردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقتا تظاهرهم وتزكيهم بها وسلي عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سميع عليهم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل عملوا فسيرى الله عملكم رسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشادة فينبيكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتبريقا بين المؤمنين وإن رشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتظهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في نار فنهر به في نار جهنب والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقضع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العبدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون الآميرون بالمعروف والناهون عن الممكن والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجعيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبر أمين إن إبراهيم لأواه الحليم وما كان الله ليبدل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله لهم ملق السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نسير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من من بعد ما كاد يسير قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه به إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ما جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الشادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يشيبهم ضمأ ولا نشب ولا مخمشة في سبيل الله ولا يطلعون مرض أن يويضوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كذب لهم به عمل شالح إن الله لا يضيع أجر المسلين ولا ينفقون نفقتا صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كذب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أوزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم شرفوا شرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفطهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم وعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن دولوا فقل حسب الله لا إله إلا هو عليه توكرت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف رام أرى تلك آية الكتاب الحاكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجلهم منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم سيدقين عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحل مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم اسلوا على العرش يدبر الأمر ما من شفع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليهم أرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الشريحات بالقصة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس بياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسد الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وضمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الشريحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استيعجالهم بالخير لقبيا إليهم أجالهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في ضويانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعنا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرك أن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجز القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يحاى إلي إني أخاف إن عسيت ربي عذب يوم العظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقيلون فمن أظلم ممن افتروا على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شبعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشكون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقل يابناهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحة من بعد الضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاسف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحض بهم دعوا الله مخرسين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنقصكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبيكم بما كنتم نعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختالوا به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض الزخر فهوزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك الفصل الآية القومية فكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين عسن الحسن والزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذي الله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا سيئة جزاء سيئة بمثلها وترهقهم لله ما لهم من الله من عاشم كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبدو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق يوضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تسرقون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلقة ثم يعيده قل لله يبدأ الخلقة ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل لله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنى إن الظنى لا يهدي من الحق شيئا إن الله علم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تشديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى ملفأتوا بسورة مثله ودعوا من استضعتم من دون الله إن كنتم شاتقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الشم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبشرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم قد خسر الذين كلبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسولهم فإذا جاء رسولهم قد يبينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعى إن كنتم شادقين قل لا أملك لنفسي بضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه باية أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا وذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئون كأحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقب لي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه رجعون يا أيها الناس قد جاءتكم معظة من ربكم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعتم منه حراما وحلالا قل آه الله آذنا لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتذو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذنرة في الأرض ولا في السماء ولا أشغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يهزنون والذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لذلك هو الفوز العظيم ولا يهزنك قولهم إن العزة لله جميعا وسمعوا العليم ألا إن لله من في السماوة ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله الشركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرشون هو الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه والنهار مبشرا إن في ذلك الآيات لقوم يسرعون طالت تخذ الله ولدا سبحانه هو الوني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سنطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتسلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكرت فأجمعوا فأجمعوا أمركم شركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم همة ثم قبضوا إلي ولا تنظلون فإن دوليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبلينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نضبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفرح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علي آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كان يلمجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وما لئهم أن يبطنهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالليف عليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيم صلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه وسيلته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليبذلوا عن سبيلك ربنا ضمس على أموالهم واشدود على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاسرقي ما ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدانك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كارمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوما يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتاعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس عن الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وانذروا عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بالضل فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا ردني فأبني يصيب به من يشاء من عباده وهو الوفو الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يبضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يحاء إليك واشفر حتى يكم الله وهو خير الحاكمين الله الرحمن الرحيم ألف لا مرى كتاب أحكمت آياته ثم فشلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وألستغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متعا حسنا إلى أجر مسمى ويؤتك الذي فضل فضلا وإن دولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وعلى كل شيء قدير ألا إنهم يثلون شدورهم ليستخفوا من ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الشدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبدوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مشروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستازئون ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها من إنه لا يأوس كفر ولئن أذقناه نعماء بعد الضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين شابروا عمر الشريحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعن لك ذلك بعض ما يحى إليك والضائق به شدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه ملفأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استبضعتم من دون الله إن كنتم شادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فأل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا والزنتان وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما شنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد فلا تكفي من يتم منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقولوا الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها عيوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبشرون أولئك الذين خسروا أنفسهم والضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الشالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريطين كالأعمى والأشم والبشير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا من أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أرأكم قوما تجهلون ويا قوم من ينشروني من الله إن ضرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعجلكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما دعدنا إن كنت من الشادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنشح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم وإلي ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبدأس بما كانوا يفعلون واشنع الفلق بأعيبنا ووحينا ولا تخاضبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويسنع الفلق وكل ما مر عليهم لأم من قومه ساخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل سوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزري يا بني وكم معنا ولا تكن على الكافرين قال سآوي إلى جبلي يا عاشمني من الماء قال لا عاشم اليوم من أمر الله قال لا عاشم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أغلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير شالحين فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا توفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح هبط بسلام منا وبركات عليك على أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا وعذاب أليم تلك من أنباء الويب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاشبر إن العقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله ويره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فضرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا عتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناشيتها إن ربي على صناط مستقيم فإن دولوا فقد أبلوتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تبضلونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هدى والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جاحتوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثم دخوهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ويره وأنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستوفروا ثم توبوا إليه إن ربي طريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينشرني من الله إن عشيته فما تزيدونني وإلى تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فانذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذب قريب فعاطروها فقالا تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعدوا غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الشيحة فأشبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يونوا فيها ألا إن ثمودك فنوربهم ألا بعدا للثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تشيروا إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوضة وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا آليد وأنا أعجوز وهذا بعني شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتى عجبين من أمن الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم الوض إن إبراهيم الحليم أواهم منيب يا إبراهيم أعريض عن هذا إنه قد جاء أمن ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسولنا لطنسيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عشيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا نوض إنا رسل ربك لن يسروا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يعتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيب وما أشربهم إن موعدهم والشبح أليس الشبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمضرنا عليها حجارة من سجيل منطود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله ويره ولا تنقشوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصد ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيهم قالوا يا شعيب أشراتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وارزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخارفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإشلاح ما استبضعت وما توفيقي إلا بالله عليه دوكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يشيبكم مثل ما أشرب قوم نوح أو قوم هود أو قوم شالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفنوا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا منا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخلتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كذب وأرتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الشيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يونوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسمطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود لذلك من أنباء القرى نقشه عليك منها قائم وحشيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أولت عنهم آلهتهم والتي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم شديد إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجر معدود يوم يأتي لا تكلهم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفر وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما جريد وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذل فلا تكفي من يتم مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نسيبهم غير منقص ولقد آتينا موسى الكتاب فاخطلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل لما لي وفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بشير ولا تركنوا إلى الذين ظنموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أورياء ثم لا تنشرون وأقم الشر لا تضرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واشبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرور من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم وألوى مشلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خنقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكل النقش عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكران المؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله ويب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى لذلك آية الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقش عليك أحسن القشوش بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا آبات إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين قال يا بني لا تقشش رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدوا مبين وكذلك يجتبك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات النسائلين إذ قالوا لأ يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عشبة إن أبانا لفي ضلال مبين يقتلوا يوسف أم يطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما مشالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في ويابة الجب يلتقيطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لنا شيحون أرسله معنا وديروا تع ويلعب وإن له لحفظون قال إني لا يحزني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه وافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عشبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمره ماذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا شادقين وجاءوا على قمشه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فشبر جميل والله المستعد على ما تشفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوى قال يا بشر هذا غلام وأسره بضعه والله عليم بما يعملون وشروه بذمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مشر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المسنين ورودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد أمت به وهم بها لولا أرآ برهان ربي كذلك لنشرف عنه السوء والفشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدة لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجان أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشيد شهيد من آلها إن كان قميصه قد من قبل فشدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الشادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف أعرف عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسمة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعدادت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقضى عن أيديهن وقلن حاشا لله ماذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعشم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الشاغرين قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا داشريف عني كيدهن أشب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فشرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحد ما إني أراني أعشر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فغرأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المسنين قال لا يأتيكما ضعام ترزقني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء لانك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سنطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الضير من رأسه نبدي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجم منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات زمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خطر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أضغط أحلامي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الشديق أفتنا في سبع بقرات زمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خطر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصلتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تشنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث النس وفيه عشرون وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قبض عن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خضبكن إذ روتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ماذا باشرا إن هذا إلقلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت مرأة العزيز الآن حاش حاش الحق أنا روته عن نفسه وإنه لمن الشادقين لذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهديك وأن الله لا يهديك إذ الخائنين وقال الملك أتوني به أستخلص لنفسه فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكيل أمين قال اجعلني على خزائل الأرض إني حبيض عليم وكذلك مكنا ليسوف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نبيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني يؤوف الكيل وأنا خير المنسلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا نفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخونا نكتر وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظه وهو أرحم الرحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رجت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا رجت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخونا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤطوني موثقا من الله لدأتونني بإلا أن يحاض بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقل وكيل وقال يا بني لدى دخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يسفى وإليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبدأس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذر مؤذن الأية وهل عير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقي تشوى على الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدئ لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بمتاشفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فاخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لا ظالمون فلما سليأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف قال لن أبرح الأرض حتى يأدن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبنا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغير حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لا صادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العلم الحكيم وتولوا عندهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ولإنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلموا من الله ما لا تعلمون يا بني الذبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضعة مزجات فأغفلنا الكيلة وتشدق علينا إن الله يجزر وتشدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي واشفر فإن الله لا يضيع آجر المسنين قالوا تالله لقد آذرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تتريب عليكم اليوم يوفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بكم شي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بشيرا وأتوني بأهلكم الجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف الأولى أن تفندون قالت الله إنك لفي ضلالك الغديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فاردد بشيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا نستوفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال سوف أستوفر لكم ربي إنه هو الغفو الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوه وقال دخلوا مسر إن شاء الله آمنين ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أباتي هذا تأمين رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي نظيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فأبدر السماوات وأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسرما وألحقني بصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو عرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معذبون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم واشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة موتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بشيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المسكين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعطلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نسلنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصاشهم عبرة للأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم أرف لا مرى تلك آية الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمدين درونا ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى لدبر الأمر فاسفلوا الآيات لعلكم بالقاء ربكم توقنون وهو الذي بدى الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي ليلة النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قضع متجابرة وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعضهم في الأقول إن في ذلك الآيات لقوم يعظلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس عن ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا قنزل علي آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنت وما تغيب الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادات الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يفضونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرغ خوفا وضمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكات من خيفته ويرسل الشواعق فيشيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوت الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآشر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حون ولا قوة إلا بالله العني العظيم قل من رب السماوات والأرض قل لله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبشير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلون الله شركاء خالقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل لله خالق كل شيء وهو الواحد الغهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يمقدون عليه في النار بدغاء حية أو متاع زبدا مثله كذلك يضرب الله الحق والباقل فأما الزباد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكض في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المياد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحقك من هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يفون بعهد الله ولا ينقضون المثال والذين يصنون ما أمر الله به أن ينسل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بدغاء وجه ربهم أغموا صناة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم أقب الدار جهناد عدن يدخلونها ومن وصلح من آبائهم وأزوجهم والذرياتهم والملائكات يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما شبرتم فنعم أقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد بيثاقه ويقضعون ما أمر الله به أن ينشر ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسل الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا ومن الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من رب قل إن الله يقل من يشاء ويهدي إليهم الأناب الذين آمنوا وتضمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تضمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الشريحات يطوبا لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عنهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قبعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يسان الذين كفروا تشيبهم بما شنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف المعاد ولقد استوسع برسل من قابلك فأمليت للذين كفروا ثم أخلتهم فكيف كان يقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وتشدوا عن السبيل ومن يبضل لله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشط وما لهم من الله من واق متى الجنة التي وعيد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكفرين النار والذين آتينهم الكتاب يبرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعض قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشيك به إليه أدعو إليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبع تهواءهم بعدما جاءت من العلم ما لك من الظالم ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزوجا وذرية وما كان لرسول الآية يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمح الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن نأذي الأرض ننقشها من أطرافها والله يحكم لا معاقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكروا الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفسه وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفر ولست مرسلا بل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويد للغافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرط ويسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيبضل الله من يشاء ويد من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى في آياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكرون عمد الله عليكم إذا أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ أذن ربكم لئن شكرتم الأزيد أنكم ولئن كفرتم إن عذاب لا شديد وقال موسى إن تكفروا أنتم من في الأرض جميعا فإن الله لغري حميد ألم جاءتكم نبأ الذين من قبلكم قوم وحي وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تشدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسرطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم لكن الله يمنعنا من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسرطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكى للمؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سهلنا ولنصبر على ما آديتمونا وعلى الله فليتوكى للمتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخجانكم من أرضنا أو لتعودن في ملاتنا فأوحى إليهم ربهم لنهدكن الظالمين ولنسلنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسق من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريخ في يوم عشف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو أبضل البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات الأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو أدانا الله لا أديناكم سواء علينا أجزعنا أم شبرنا مالنا مما حيش وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلبتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا عمل الصالحات جنات تجري من تحت لنها الخالدين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام ألم تروا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تودي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعنهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجئ تلتس من فوق الأرض ما لا من قرار يذبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في العيات الدنيا وفي الآخرة ويبدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوارد أنما يسلونها وبئس الغرار واجعلوا لله أندادا ليبدلوا عن سبيله قل تمتعوا فإنما سعركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك للتنجرية في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر ودائبين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه وإن دعوا نعمة الله لا ترشوها إن الإنسان لظلم كفر وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأسنام رب إنهم أضللن كثيرا من الناس فمن دمعني فإنه مني ومن عسوني فإنك وفو الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفيدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمنة لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربنا سمعوا الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وفلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخش فيه الأبصار مهقعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفيدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعواتك ونتعبه الرسل أو لم تكونوا أقوى سمت من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين كفروا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم والضربنا لكم الأمثال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم والضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزون الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سروا في لهم من قضران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلغ للناس ولينذروا به ولعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أذو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يوعد الذين كافرون وكانوا مسلمين ذنهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون فما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسجق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الشادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون ولقد أرسلنا من قبلك في شعي الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أغشابنا بل نحن قهم مسخورون ولقد جعنا في السماء برجا وزيناها من نظرين وحفظناها من كل شيطان قدير إلا من اسبرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون واجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برزقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن هو ما نزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لوقيحة فأنزلنا من السماء ماء فأصمينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الواردون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يشعرهم إنه حاكم عليم ولقد خلقنا الإنسان من شرشان من حمأ مسنود والجن خلقناه من قبل من نار سموم وإن طال ربك للملائكة إني خالق بشرا من شرشان من حمأ مسنود فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من شرشان من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أويتني لأزينن لهم في الأرض ولأويننهم أجمعين إلا عبادك منهم المخرجين قال هذا سنظ علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنة وعيون ادخذوها بسلام الآمنين ونسعنا ما في شدورهم من كل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم بيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الآليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أمسني الكبر فبما تبشرون قالوا وبشرناك بالحق فلا تكن من الضانقين قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون قال فمن خضبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آلا نوط إنا لمنجوهم أجمعون إلا مرأتهم قدرنا إنا لمنجوهم أجمعين إلا مرأتهم قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آلا نوط للمرسلون قال إنكم قوم منكنون قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصدقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبيع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ومضوحيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهاك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الشيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأنضلنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين فاندقنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يلحطون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الشيحة مشبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الآثية فاشفح الصبح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سابعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك إلى ما متعن به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفر جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذر المبين كما أنزلنا على المبتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرف عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق شدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبود ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يسكون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فتقول خرق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يسكون خرق الإنسان من نظفة فإذا هو خشيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها تفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخير والبغان والحمير لتركبوها وزينة ويخنق ما لا تعلمون وعلى الله قشر السبيل ومنها جائر ولو شاء لا هداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون ومن رأى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك الآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكدوا منه نحما ضريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترفلك مواخر فيه ولتبدأوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهددون وعلامات وبالنجم هم يهددون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تهشوها إن الله لغبون رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أبوات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا يجرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحمدوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يقلونهم بغير علم ألا شاء ما يسيرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم الساقوق من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم وسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فالبئس مثل المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدري يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين والذين تتوفاهم الملائكة الضيبين يقولوا السلام عليكم ادخلوا جنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا حق بهم ما كانوا به يستسعون وقال الذين أشرقوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حضرنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاو المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الضغوط فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين إن تحريش على هداهم فإن الله لا يهدي من يبدل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لو كن فيكون والذين هاجلوا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولأجل الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين شبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم نتعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلا هم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأنيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوكم رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأوا جلاله عن اليمين والشمائل سجدًا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجر ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكفرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله لتتخذوا إلهين أنين إنما هو إله واحد فإيايا فرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واشيبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجألون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فليقوا منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آديناهم فتفتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون رسيبا مما رزقناهم تالله لتسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانا ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ضل وجهه مسودا وهو كظير يتمارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتشيق ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا يجرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمن من طبلك فسين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وودا ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتيها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطنه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائرا للشاربين ومن زمرة النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعطلون وأوحى إلى ربك وأوحى ربك إلى النخل والأعناول أن اتخذي من الجبار بيوتا ومن الشاجر ومما يعرشون ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبول ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خنقكم ثم يتوفاكم منكم من يرد إلى أرضا للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله علم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت حيمانهم فهم فيه ساواء أفب نعمة الله يجحدون والله خنقكم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بلين وحفظة وارزقكم من الطيبات أفبالباط ليؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجارا هل يستمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلا فيه وضرب الله مثلا رجلا فيه وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كلم على مولاه أينما يوجه هو لا يأتي بخير هل يستميه ومن يأمر بالعدل وهو على شرط مستقيم ولله ويب السماوات والأرض وما أمر الساعات إلا كلمح البشار أو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبشار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الضير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك الآيات قوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا واجعل لكم من جلود الأنعم بيوتا تستخفونا يوم اللعبكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبانها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق الظلالا وجعل لكم من الجبال أكلانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر والسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن توله فإنما عليك البلاه المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كافروا ولا هم يستعكبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفق عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءكم قالوا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم إذين السلام واضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعنكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين قضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم الضيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لنجعلكم أمة واحدة ولكن يبدل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما شددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا طليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو ممن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سرطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سرطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشكون والذين هم به مشكون وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر فالأكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولا قد نعلم أنك يطول قد نعلم أنهم يقودون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولادك هم الكذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبهم وضمئنهم بالإيمان ولكن من شرح بالكفر شدرا وعليهم وضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين ضبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبشرهم وأولئك هم الوافلون لا يجرب أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فوتنوا ثم جادوا وشبروا إن ربك من بعدها له أفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وأضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مضمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكربوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكروا مما رسقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنسير وما أهل لغير الليب فمن يبضر غير باوي ولا عاد فإن الله وفو رحيم ولا تقولوا لما تشف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ما دعوا طليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قششنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا سوء بجانة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعد آل وفور رحيم إن إبراهيم كان أمة طانتا لله حانيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعومه جتباه وهداه إلى شراط مستطيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه بالآخرة لمن الصالحين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظات الحسنة وجادلهم بالتي أعسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن شبرتم له خير للشابرين واسبر وما صبرك إلا بالله ولا تحسن عليهم ولا تقو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مصنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصر الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب واجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا واضطلينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولدعدن عنوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأبددناكم بأموالهم وبنين وجعناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلاها فإذا جاء وعدوا الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولي وتبروا ما علوا تتفيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن أنتم عندنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون سوري حد لأن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذبا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجلا واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار مبصرة لتبدأوا فضلا من ربكم لتعلموا ولتعلموا عدد السين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهدد لنفسه ومن ضل فإنما يبضل عليها ولا تزر وزرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعد الرسولة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحقوا عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرور من بعد نوح وكفى بربك بذن وبي عباده خفيرا بصيرا من كان يريد العجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسرها مظموما مدحورا ومن أرد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عضاء ربك وما كان عضاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مظموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إنسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أفين ولا تنهارهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربيان شغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا شالحين فإنه كان للأوابين وفرا وآتت أقرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفرا وإما تعرب لن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسضها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسض الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقين نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خبئا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد اجعلنا لوليه سبطانا فلا يسرب في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شدة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم أزلوا بالقصدس المستقيم ذلك خير وأحسن تأميلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكرها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم منوما مدحورا أفأسفاكم ربكم بالبنين أفأسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إيناتا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلية كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون عدوا كبيرا تسبح له السماوة السبع والأرض من فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حريما غفورا وإذا قرأت القرآن اجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون في الآخرة حجابا مستورا واجعلنا على قلوبهم أكينة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجواء إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسورا انظر كيف اضربوا لك الأمثال فاضلوا فلا يستمعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظما ورفاتا أئنا لمبعوثنا خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في شدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فضركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لمثتم منها قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم مما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن ولو أأوام وربك أعلم بمن وفي السماوات الأرض ولقد فضلنا بعض النبي على بعض وآتينا داود زبورا قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف ضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات لا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودنا قدم بشرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات لا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاض بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشاجرة الملعونة في القرآن وانخوفهم فما يزيدهم إلا طويانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلق تبرينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتا إلى يوم القيامة الأحتن كن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استفضل عند منهم بسوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا ورورا إن عبادي ليس لك عليهم سمطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبدأوا من فطل إنه كان بكم رحيما وإذا مساكم الضر في البحر بضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعربتم وكان الإنسان كفرا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاشبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاشفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد قرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الضيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تضليلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو بالآخرة أعمى وأبضل سبيلا وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتر علينا غيره وإذا لاتخذك خنيلا ولولا أن ذبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك بيعا في الحياة وضيعا في الممات ثم لا تجدوا لك علينا نصيرا وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجدوا لسنتنا تحويل أوقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفاجر إن قرآن الفاجر كان مشهودا ومن الليل فتهجاد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقوما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل سيدقي وأخرجني مخرج سيدقي واجعلني من لدنك سبضانا نصيرا وقل جاء الحق وساق الباطل إن الباطل كان سوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبي وإذا مسه الشر كان يأسا قل كله يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل للروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فطله كان عليك كبيرا قل إن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غيرا ولقد صغفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبعا أو تكون لك جنة من نخيل وعين بهم فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والمالائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو درقا في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهداء إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مضمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يبلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآيتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لم بعثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات العبد قادر على أن يخلق مثلهم واجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفرا قل لو أنتم تملكون خزائنا رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا ولقد آتينا موسى تسعى آيات بجنات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسخورا قال لقد علم دماء أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائد وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأورقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مباشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للألقان سجادا ويقولون سبحان ربنا إن كانوا عند ربنا لمفعولا ويخرون للألقان يبكون ويزيدهم خشوعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قل دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بشلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له حوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحة أن لهم أجرا حسانا ما كذين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علمي ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وعملا وإنا لجعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فاضربنا على آذانهم في الكهف سيدين عاددا ثم بعضنا أملنا على ما أي الحز بين أسوار ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية إنهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم هدى وربضنا على قلوبهم القوم فقالوا ربنا رب سماوة الأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شاططا هؤلاء قوم تخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم باسم الله نبين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا عدزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقريبهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يبلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبوا مأيقاء الله وهم رقود وانقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوشيد لو يبطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كما لبتتم قالوا لبتنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبتتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه وليترضى فلا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن نوعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غربوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا دسعة قل لله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبشر به وأسميع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واسبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تبع من أوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وأقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لنا أعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سيرادقها وأن يستغثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بس شراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا عمل الصالحات إنا لنبع أجر من أحسن عمالا أولئك لهم جنات عدنين تجري من تحتهم والأنهار يحلون فيها من أسابر من ذاب ويلبسون ثيابا خطرا من سندس واستبرقين متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين اجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل واجعلنا بينهما زرعا كلتا جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لشاحبه وهو يحاول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن السعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوله أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من وضفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتشبح شعيدا زرقا أو يشبح ماءها غورا فلن تستضيع له ظالبا وأوحيط بثمره فأشبح يقلب كفه على ما أنفق فيها وهي خيوة على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينشرونه من دون الله وما كان منتشرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختار الله به نبات الأرض فأصبح هشيما تذلوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الشريحة خير عند ربك ثوابا وخير آملا ويوما نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك شفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرتين بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وابلع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر شغيرة أولا كبيرة إلا أحصها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسقوا عن أمر ربي فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عددا ويوم يقولوا نادوا الشركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعنا بينهم موبقا ورأى المجرمون أن رفضنوا أنهم واطعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد شرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا وما نرسل المرسلين إلا مباشرين ومنذرين ويجادر الذين كافروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم وممن ذكروا بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت سيدها إنا جعلنا عن قلوبهم أكنة أن يفقه هو في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب فلهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ودلك القرى أهلكناهم لما ظلموا واجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال المساري فتاه لا أبرح حتى أبلغ ما جمع البحرين أو أمري حقبا فلما بلغوا ما جمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر ساربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الشخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا شيبلا وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على أثارهما قاشا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتابعك على أن تعلمني مما علم ترشدا قال إنك لن تستطيع معي شابرا وكيف تشبر على ما لم تحظ به خبرا قال ستجدني إن شاء الله شابرا ولا أعسي لك أمرا قال فإن تبعدني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانضلق حتى إذا ركبا في السفينة خرقا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي شابرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانضلق حتى إذا لقيه لا من فقتله قال أقتلت نفسهم زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي شابرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تشاحبني قد بلوت من لدني عمرا فانضلق حتى إذا أتي أهل قرية استضعما أهلها فأبوا أن يطيفهما فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لدخلت عليه أن يرى قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صمرا أما السفينة فكانت لمساكينا يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملكي يأخذ كل السفينة وسبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرئقهما طويانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبدغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه الصمرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلع لكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغوا مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الحيئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تدخذ فيه معسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل شريحا فلو جزاء للحسن وسنقول له من أمرنا جسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغوا ما ضلع الشمس وجدها تضلع على قوم لم نجعلهم من دونها سدرا كذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغوا بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقون قولا قالوا يا ذا القرنين إنا يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سندا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتون يزبر الحديد حتى إذا سوى بين الشدفين قلن فخوا حتى إذا جعله نارنظر آتوني أفريق عليه قبرا فما استطاعوا أن يظهروا هو ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الشر فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عينهم في وطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دني أوريا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قلها المنبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبضت عمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا عملوا صالحاتي كانت لهم جهنات الفردة والسنزلا الخالدين فيها لا يبغون عنها حوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يغجر طاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر الرحمن ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنا العظم مني واشتاعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عطرا فأبري من لدنك وليا يارتني ويرت من آليا عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك لغلام اسمه يحيا لم نجعله من قبر سميا قال رب أن يكون لغلام وكانت امرأتي عطرا وقد بلوت من الكبر عفيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من طبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا أتكلم الناس ثلاث ليال سويا فاخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالده ولم يكن جبار عصيا وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب ماريا إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخلت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سميا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لآهب لك علاما زكيا قالت أنا يكون لي علام ولم يمسس بشر ولم أكبريا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتكم قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا ما قضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني بيت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وغسي إليك بالجذع النخلة تساقق عليك رقبا جنيا فاكري واشربي وقري عينا فإما ترجن من البشر حدا فقودي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك من أسوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صوبيا قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا وشقيا والسلام علي يوم أولد ويوم أمرد ويوم أبعث حيا لذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمدرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا شراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم قويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة القضية للأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نذت الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أباتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أخت هارون ما كان أبو يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عشيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أن دعي آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهدني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحبيا وأعدى سلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما عدث لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إصحاق ويعقوب وكل أن جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا واجعلنا لهم نسانا سلق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخرسا وكان رسولا نبيا ونجيناه من جانب الضال الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان سعد يقل وعنج وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصناة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان سدقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العدي العظيم فخالف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعبنا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة عجلل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نريد من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمن ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا ينكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لا نحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سريا وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين تقون ذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مضاما وأحسنون ليا وكم أهلكنا قبلهم من قبلهم أحسن أسا ثوريا قل من كان في الضلالة فليمجد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويسيد الله الذين تدوا هدى والباطيات الشريحات خير عند ربك ذوابا وخير مردا أفرأيك الذي كفر بآيتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرده ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم جدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأسهم السنخ لا تعجل عليهم إنما نعود لهم عدا يوم نشر المتقين إلى الرحمن وفته ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكنا الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا تأخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا عدا لقد جئتم شيئا عدا تكاد السماوات يتفضل منه وتنشق الأرض وتخذ الجبال ولدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبوي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات الأرض إلا آت الرحمن عابدا لقد أحشاهم عدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا عمل سانحاك سيدعال لهم الرحمن ولدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لددا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن وعلى العرش يستوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هجا فلما أتهان لي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يحاينني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني وأقب صلاة للذكر إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأخوش بها على ونمي ولي فيها مآلب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقوها فإذا هي حية تسعى قال أخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من ويرسوء آية أخرى لدريك من آياتنا الكبرى الهب إلى فرعون إنه ضغى قال ربي شرح لي شجري ويسر لي أمري وحد العبدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بلا بصيرا قال قد أوتي تسألك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى لقذفه في التابوت فقذفه في اليم فلينطه اليم بالساحي ليأخذه عدولي وعدولا وألقيت عليك محبة مني ولتسنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفره فرجعنك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك بطولا ولبت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أند وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكر اذهبا إلى فرعون إنه ضغى فقونا له قولا لينا لعنه يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفض علينا أو أن يضغى قالا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأيه فقولا إن رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ودجئناك بآياتهم من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذب على من كذب وتولى قالا فمن ربكما يا موسى قالا ربنا الذي أعطى كل شيء خلطه ثم هدى قالا فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يبطل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأبطى مهدى وسنكركم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات الإذنها منها خلطناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال لو عندكم يوم الزينة وأن يفشر الناس البحافة والا فرعون فجمع كيته ثم أتى قال لهم مساوي لكن لا تفتروا على الله كذبا فيسحيتكم بعذاب وقد خابا من افترى فتنزعوا أمرهم بينهم أسروا النجوة قالوا إن هلان لساحران يريداني أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقا لكم المتلى فأجمعوا كيته ثم أتى شفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبادهم وعيشيهم يخير إليه من سحرهم أنها تسعى فأجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت العالم وألقى ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيت ساحر ولا يبقح الساحر حيث أتى فألقي السحر سجد أنطاله آمنا برب هارينا وموسى ولآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكثيركم الذي علمكم السحر فلأطبط عن أيديكم أرجلكم من خلافه ولا أصلبنكم في جذعي النخر ولتعلمن أينا أشهد عذابا وأبغى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فضلنا فاقض ما أنتقاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليوفر لنا خضاينا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبغى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا مطلع من الصالحة فأولئك لهم الدرجات العولى جنة عدن تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فأضرب لهم ضريقا في البحر بس لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجلوده فوشيهم من اليم ما وشيهم وأضلت العون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطوج الأيمان ولزلنا عليكم المن وسلوى كنوا من ضيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبه ومن يحلل عليه غضبه فقدوى وإني لغفار لمن ذاب وآمن وعمل صالحا ثم اهدد وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثني وعجلت إليك رب لي ترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم الساميري فرجع موسى إلى قومه غضبا أسفا قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم عدا حسنا أفضل عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم واضبوا من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فانقذفناها فكذلك ألغى الساميري فأخرج لهم عجرا جسدا له إخوان فقالوا هذا إلهكم إله موسى فلسي أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من طب يا قوم إنما بدنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح علي عاكفن حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما مانعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعى صعيد أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فالرغد بين بني إسرائيل لو لم ترقوب قولي قال فما خاطبك يا سامري قال بسرت بما لم يبسر به فاقبضت ضبضة من أثر رسولي فنبدتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول للمساس وإن لك موعدا لن تخرف وانظر إلى إلهك الذي ضلد عليه عاكفا لنحلقنه ثم لنوسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عنك من أنباء ما قد سابق وقد أتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمد يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسألهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في السور ونشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتين يتخافتون بينهم إن لبتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم ضريقة إن لبتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا مصفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون التاعي لا عوجلة وخشعة الأصوات من الرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعاناة الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلمى ومن يعمل من الصالحة وهو منه فلا يخفض ظلم ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعلى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب سيدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة دسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبريس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فلشقى إن لك ألا تجعى فيها ولا تعرى وأنك لا تأضمأ فيها ولا تأضحى واسبس إله الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شاجرة الخلق وملك لا يقلى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان على إمامه ورق الجنة وعصوا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبض منها جميعا بعض ابن بعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يبضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وآب الله أفلم يحجرهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات لألينها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصلعنا ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأضراف النهار لعلك ترضو ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفترهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتغوى وقالوا لولا يأتينا بآياتهم من ربي أولم تأتيهم بينت ما في صغف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربس فتربسوا فستعلمون من أصحاب الصراط السمي بسم الله الرحمن الرحيم قدرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدة إلا استغعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوة الذين ظلموا هل هذا إلا بشر متركم أفدأتون السحر وأنتم تبشرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم فالقالوا أبغى أهلا من بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم نتعلمون وما جعناهم جسد لا يأكدون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعج فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعطلون وكم قشمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إلا هم منها يركبون لا تركبوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما سنترك دعواهم حتى نجعلناهم حشيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدماغه فإذا هو الزهيق ولكم الغير مما تشفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكررون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسادة فسبحان الله رب العرش عما يشفون ولا يسألوا عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دني آلهة قل هاتوا بنهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحيي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشرعون إلا لمن يرتضهم من خشيته مصفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزه جهنم كذلك نجز الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت آرت قل ففتقناهما واجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون واجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به واجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهددون واجعلنا السماء سقفا محفظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسباحون وما يجعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائق دل موت ونبدوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأى الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم شادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينشرون بل تأتيهم بودة فتبهتهم فلا يستفعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استنسئ برسلهم من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستنسئون قل من يكلوكم بالليل والنار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نشر أنفسهم ولا هم منا يشحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأذي الأرض ننقشها من أضرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالعهد ولا يسمع الشم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقودن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصدى ليوم القيامة فلا دولم نفسهم شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا مساوارون الفرقان وضياءهم وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين إن قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عبدين قال لقد كنتم أنتم آباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيد أن أصنعكم بعد أن دولوا مدبرين فاجعلهم جذارا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشادون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينضقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا وحرقوا وانشروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إصحاب ويعقوبنا في له وكلا جعلنا صالحين واجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم في على الخيرات وإقامة صلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آديناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونشرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأورطناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرط إذ نفشت فيه ظنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجيبان يسبحنا والطيد وكنا فاعلين وعلمناه شنعة لبوس لكم لتهشينكم من بأسكم فألأنتم شاكرون ولسليمان الريح عاشفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارقنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسا يبضل وأن أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعمدين وإسماعيل وإدريس وسل خفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مضاببا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وسكر يا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأندخذ الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهابا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابناء آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقضعوا أمرهم بينهم كل إلينا رجعون ومن يعمل من الشالحات وهو مبنون فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حجب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا يشاخشة أبصار الذين كفروا وإلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حاشبوا جهنم أنتم لها والدون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفروا وهم فيها لا يسمعون إن الذين سرقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوما أطلو السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلط نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ينثها عباد يشالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن دولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعد على ما تشفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تنهل كل مرضعة عما أضلعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولا تنعذب الله شديد ومن الناس من يجاتل في الله بغير علمي ويتابع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من دولاه فأنه يبغله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في رهب من البعض فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مبغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونضر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبدو أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة تاتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عط فيه يذل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذقه يوم القيامة عذاب الحريق وذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس من ظلام للعميد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نظم النبي وإن أصابته في ثلث طلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسر المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو أبضلا بعيد يدعو لمن ضره وأقرب من نفعه لبئس الأولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعبدوا صالحا لجنات دجري من تحتها الأنار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينشره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيض وكذلك أنزلناه آيات بجنات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى والمجوز والذين سكوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم در أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشاجر والتواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يؤين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذان الخشمان اختشموا في ربهم فالذين كفروا قضعت لهم ثياب من نار يشربوا من فوق رؤوسهم الحميم يشهروا به ما في بطونهم وجلود ولهم قمعوا من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا شالحا لجنات تنري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسامر من ذهب ولؤلؤ ورباسهم فيها حذير وهدوا إلى الضيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كافروا ويسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهير وطهير بيتي للطائفين والطائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل مضامر يأتين من كل في عميق ليشهدوا منافع لهم يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من باهمة الأنعام فاكنوا منها وأضعموا البائس الفطير ثم ليقضوا وتفذهم وليفوا نظرهم وليطوفوا بالبيت العتيق لذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وأوحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله وير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الضير أو تهوي به في مكانه مساحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنا من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسما ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سكر ليلترسوا الله على ما رزقهم من بيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والشابرين على ما أشابهم والمطيم الشرد مما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فالترسوا الله عليها شواب فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها وأضعهم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم وعلكم تشكرون لن ينال الله نحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المصنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقادلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديانهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينشر النظر من ينشره إن الله لطوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا في المعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوحي وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوطي وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخلتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خامية على عرشها وبئر وعضلة وقشر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبشار ولا تندعم القلوب التي في الشدود ويسنع جنونك في العلاب ولن يخف الله عنده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون وكأي من قرية أمليت لها ويظلمة ثم أخلتها وإلي المشير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا شالحات لهم أغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجز أولئك أشحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسولي ولا نفي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فيانسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبث له قلوبهم وإن الله لآد الذين آمنوا إلى شراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذابهم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم وعملوا شالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهم خير رزقين ليدخلنهم مدخلا يرضون وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينشرنه الله إن الله لعفو الغفور ذلك بأن الله يولد الليل في النار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بشير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العالم الكبير ألم در أن الله أمزل من السماء ماء فتشبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد ألم در أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلقة تنجيري في البحر بأمري وينسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميدكم ثم يحييكم إن الإنسان لا كفور لكل أمة يعنى من سكنهم ناسكوه فلا ينازعونك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقضي الله أعلمه ما تعملون الله يحكم بينكم يوما قياما لفيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا كتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتنون عليهم آياتنا قل أفا أنبقكم بشر من ذلكم النار وعادها الله الذين كفروا بس المسير يا أيها الناس صوربا مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكات رسلا ومن الناس إن الله سمع بشر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلا الله يترجعوا الأمور يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسعدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وجاهدوا في الله حق جهاده وجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج بل تأديكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداءا على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعتاشموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو المعرضون والذين هم للزكاة فعلون فالذين هم لفروتهم حفظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم وير ملومين فمن يبدغ وراء ذلك فأولئك هم العدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحفظون أولئك هم الواردون الذين يريتون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلانة من طين ثم جعلناه نظفة في طران مكين ثم خلقنا النظفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك الميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع ضرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدرهم فأسكناه في الأرض وإنا على ذهابهم به لقدرون أفأنشأنا لكم بجنات من نخير وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبض بالدهن وسبغ للآكلين وإنا لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملؤ الذين كفروا من قومهما هذا إلا رجل يريد إلا بشر مثلكم يريد أن يدفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إنه هو إلا رجل به جنة فاتربسوا به حتى حين قال رب سني بما كذبون فأوحينا إليه أن يسمع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخضبني بالذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا سويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجأنا من قوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك رآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله ويره أفلا تتقون فقال الملأ من ضميه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطلعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لا خاسرون أي عندكم أنكم إذا ميتم كنتم ضرابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بما بعثين إنه وإلا رجل نفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب ينسني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الشيحة بالحق فاجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون الآخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسل أكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآيتنا وسطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكفروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون واجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل قلوا من الطيبات وعملوا شالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فتقون فتقضعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزبهم بما لديهم فارحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وتلة أنهم من ربهم رجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطيق بالحق وهم لا يظلمون فالقلوبهم في غمرتهم من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنشرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعطابكم تنكسون مستكبرين به سنرا تهجرون أفلم يتبدوا الغول أم جاءهم ما لم يتآباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسلهم فهم له منكرون أم يقودون به جنة فجاءهم للحق وأكثرهم للحق كارعون ولو اتبع الحق أهواءهم لا فسدت السماوات والأرض ومن فيهن فلأتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرقون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يمنون بالآخرة عن الصراط لا ناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجو في ضغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فمستكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبرسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفدى قريلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تشارون وهو الذي يحيي ويميد وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا درابا وعظاما أئنا لمبعثون لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساغر الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم دعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من رب السماوات السابع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكه ده كل شيء وهو يدير ولا يدير عليه إن كنتم دعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحط وإنهم لكاذبون ما اتخل الله من ولدي وما كان معه من إله إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولعنى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالمي الغيب والشهادة فتعالى عما يشكون قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعني في الغوم الظالمين وإنا على النري كما نعيدهم لقدرون ادفع بالتي هي أحسان السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك منها مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي رجعوني العلي أعملوا شالحا فيما تردك الله إنها كلمة وطائرها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في السور فلا أنسى ببينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك أولئك الذين خسروا أنفسهم في جنة مخاردون ترفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا ظلبت علينا شيقوتنا وكنا قوما طالين ربنا أخرجنا منها فإن عودنا فإنا ظالمون ونخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الرحمين فاتخلتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما شبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا طليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا تنجعون فتعالى الله الملك الحظ لا إله إلا هو رب العرس الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه وعند ربه إنه لا يفلح الكافيرون وقل رب يغفر ورحم وأنت خير الرحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلد ولا تأخذكم بهما رؤفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهاد عذبهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينفح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينفحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المشنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادت أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عشبة منكم لا تحسبوه شر لكم فالخير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له علاب عظيم لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذائفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهاداء فإذ لم يأتوا بشهاداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة دمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تنقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعيذكم الله أن دعوا دون مثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشات في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رأوه الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خضوات الشيطان ومن يتبع خضوات الشيطان فإنه يأمر بالفرشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأدن أولي الفضل منكم الساعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمواجرين في سبيل الله ولعفوا ليسفحوا ألا تحبون أيهم من الله لكم الله وفور رحيم إن الذين يرمون المنشنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم أرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنون تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستألسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم رجعوا فرجعوه وأسكى لكم الله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير وسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أسكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربنا بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعونتهن أو آبائهن أو آباء بعونتهن أو أبنائهن أو أبناء بعونتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن أو التابعين غير أولي الإذبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أوراة ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو يطفل الذين لم يظهروا على عوراة النساء ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنجحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فضراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون انكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البضاء إن أرجنا تحسنا لتبدأوا عن أبل الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم موعظة للمتقين والله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب تري يوقد من شجرة مباركة سيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يبريء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرق الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالهدو والآسر لرجال رجال لا تلهيهم دجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسروا بهم بقيعة يحسبه الظلآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يوشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكاد يرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم در أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطيل الصوفات كل قد علم صلاته وتسبحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم در أن الله يسجي سعبا ثم يؤلف بينه ثم يجعله لكاما فتر الودق ويخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء لأكاد سونا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة للأبصار والله خنق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بضنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى سرط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأضاعنا ثم يتعلى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الغينين أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافون أن يحفظوا عليهم رسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأبعنا وأولئك هم المفلحون ومن يبع الله ورسوله ويخشى الله ويتطهف أولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا الضوعة معروفة إن الله خبير مما تعملون قل أضيع الله وأضيع الرسول فإن دولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم إن تضيعوه تهددوا وما على الرسول إلا البلاء المبين وعند الله الذين آمنوا منكم وعملوا شالحات لا يستخرفنهم في الأرض كما استخرف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدون لي لا يشركون بشيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأضيع الرسول العلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المسير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفاجر وحين تبضعون ثيابكم من الظاهرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ضوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليهم حكيم وإذا بلغوا الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليهم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يبلعن ثيابهن غير متبرجات بالزينة وأن يستاعففن خير لهن والله سميع عليهم ليس على الأعمى حرجوا ولا على الأعرج حرجوا ولا على المريض حرجوا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو شديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فاسلموا على أنفسكم دحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات العلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه ما استغف لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وليعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تشربهم فتنة أو يشربهم عذاب أليم فلا إن لله ما في السماوات والأرض وليعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذين هم ملكوا السماوات والأرض ولم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك وخلاق وكل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفق نفترا هو أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتدابها فهي تملى عليه فكرتا وأسئلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات الأرض إنه كان وفورا رحما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسخورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فالضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قسورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا بنالك تبورا لا تدعوا اليوم تبورا واحدا ودعوا تبورا كثيرا بل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعيد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أضلاتم عبادي هؤلاء أمهم ضل سبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم آباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا منبورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون أشرفا ولا نشرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأخذون الطعام ويمشون في الأسواق واجعلنا بعضكم لبعضهم فتنة يتشبرون وكان ربك بسيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون رقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة وأو نرى ربنا لقد استغفروا في أنقذهم وعطوا عضوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حيجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عملهم فاجعلناه وباءا منثورا أشحاب الجنة يومئذ خير مستقروا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالومام ونزل الملائكة تنزيلا الملغ يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافر العسيرا ويومئي عبدالله على يديه يقول يا ليتني اتخرتم عن رسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ خلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر وعن إنجاءني وكان الشيطان للإنسان خذلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك شعنا لكل نبي عدوى من المجرمين وكفى بربك هادئا ومصيرا وقال الذين كابرون ولا نزل عليهم القرآن جملة واحدا كذلك لنثبت به بؤادك وردتلناه ترطيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وآسن تفسيرا الذين يشارون على وجوههم إلى جهنم أولادك شرهم مكانا وأبضل سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هادون وسيرا وقلنا الذباء إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فجممناهم تدميرا وقوما وحلا ما كذبت سنة أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعدتنا للظالمين عذابا أليما وعادوا وثمدوا أشحاب المسي وقرونا بين ذلك كثيرا وكل أن ضربنا له الأمثال وكل أن تببنا تجبيرا ولقد أدوا على القرية التي انطرت ما برسه أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نصورا وإذا رؤوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعد الله رسولا إن كان ليبلنا عن آليتنا لولا أنشبنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أبضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أذرهم يسمعون أو يعطلون منهم إلا كالأنعام بل هم أبضلوا السبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل والوشاء لجعله ساكلا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل نباسا والنوم اسفاتا وجعل النهار نصورا وهو الذي أرسل الرياح مشرا بين يدي رحمته وأن ننزلنا من السماء ماء طفورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صربناه بينهم يذلك نبابا أكثروا الناس الأكبورا ونسئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولا تبع الكابرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرجع البحرين هذا عذب أراته وهذا ملح أجاج وجعل بينهما فرسخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافير على ربه ضيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يمت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات الأرضام بينهما في ستة أيامين ثم استوى على العرش الرحمن فاسأله خبيرا وإذا طيغ لهم وسجدوا للرحمن قالوا ومن رحمن ونسجد لما تأمرنا وسادهم نفورا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كبارك الذي جعل في سماء بروجا وجعل فيها سروجا ومقوى قمره منرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شقورا وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هولاهم وإذا خاطبهم يقجاهلون قولوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا سجد عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا سجد عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون بعض الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حظم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ينقى تاما يضعب له العذاب يوم القيامة ويخلوذ فيه مهانا إلا من تاب آمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله وفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزودنا وذرياتنا قرة أعينيه واجعلنا للمتقن إماما أولئك يجزون الغرفة بما شفروا ويلقون فيها تحية وسلاما قالدين فيها حسنات مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبت فسوف يكونوا لزاما بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخعوا نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدد إلا كانوا عنهم معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستازئون ولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن بذلك الآية لقوم إن بذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإذن أدى ربك مساء نئتي القوم الظالمين قوم بنعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق شدني ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيها فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا هو وأنا من الضالين ففرقت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وكلت نعمة دمنها علي أن عبد بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرف وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعل أنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأجبه إن كنت من الشادقين فألقى عصوه فإذا هي الضعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيطاء للناظرين قال للملي حوله إن هذا لسحر لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرضيه وأخوه وبعد في المدائن حاشرين يأتلك بكل ساحر عليم فجمع الساحرة لميقون يوم معلوم وقيل للناس يالأنتم مجتمعون لعلنا نتبع الساحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء الساحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم إذا لمن المطربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم مقون فألقوا حبالهم وعشيهم وقالوا بعزة لفرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا موسى عن شهر فإذا هي تلقوا ما يأبكون فألقي الساحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذانا لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلن سوف تعلمون لأضبعنا أيديكم أرجلكم من خلاف ولأسلبنكم عن جمعين قالوا لا غير إنا إلى ربنا منطلبون إنا نضمع أن يوفر لنا ربنا خضاينا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرزمة ضليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنة وعيون وكلوم ومقاب كريم كذلك وأرطنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهزين وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعسوك للبحر فانفلقا فكان كل في الرقين كالطوض العظيم وأسلبنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لا يدى هو ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم واتلوا عليهم أباء إبراهيم إن قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أسلاما فنظل لها عاكبين ولها ليسمعونكم إذ دعون أو ينفعونكم أو يضلون قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباؤكم الأقدمون فإنهم عندهم للا رب العالمين الذي خالقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مريض فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيني والذي أطمع أن يوفرني خطيئة يوم الدين ربها بني حكمة وألحقني بصالحين واجعل لنسان شدقين في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم وقف الأبي إنه كان من الضالين ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بلون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزرفت الجنة للمتقين وبرزة الجحيم للواوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينشرونكم أو ينتشرون فطبكبوا فيها هم والغابون وجنود إبليزا جمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لن في ضلال مبين إذن نزويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شابعين ولا صديق الحميم ولو أن لنا كمرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاستقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من آجر إن آجري إلا على رب العالمين فاستقوا الله وأطيعوني قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحاول الجني ومن معي من المؤمنين فأنجينا ومن معه في القلك مشهول ثم أورقنا بعد الباقين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عادل المرسلين إن قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبدون بكل رعين آية تعبدون وتتأخذون مزلون على أنكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الذي أمتكم بما تعلمون فأمتكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخب عليكم عذاب يوم العظيم قالوا سواء علينا أبعد أم لم تكن من البعيدين لهذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأخذهم عذاب فكذبوه فأهلكناهم إن من ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين قال لهم أخوهم شالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجري إن أجري إلا على رب العالمين أتجركون فيما هؤلاء آمنين في جنة وعيوني وسرعي ونخدهم ضلعوها هرقين فوتنحدوا وتنحدون من الجبال بيوتان فاريهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تلعوا أمر المسرفين الذين يفسدون بالأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر من درنا وإن هو القد بآية إن كنت من الصادقين قال هذين قطل لها شربوا ولكم شربوا يوم معلوم ولا تمسوها بسوء ويأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب وإن في ذلك آية وما كان أكثرهم ومنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم لوطين المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجل من أجلي إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذكرون ما خلق لكم ربكم من أسواجكم فالآن تم ضمن عدود قالوا لئن لم تنتهي لوط لتكونن من المخرجين وإني لعملكم من الضالين رب نجني وأهلي بما يعملون فنجيناه أهله وأجمعين إلا عجزا في الغابرين ثم جمرنا الآخرين وانظرنا عليهم مضرم فساء مضر المنذلين إن في ذلك الآية وما كان أثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم يذب أصحاب الأيكة المرسالين إن قال لهم شعيف ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوب القين ولا تكونوا من المخسرين وزينوا بالقصباص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا داعا عندهم في الأرض مبسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقف علينا كسبا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم متى عملون فكذبوه وأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نازل به ذر رحو الأمين على قلبك لتكون من المنذرين من لسان العربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو جزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ويأنيهم بوتته وهم لا يشعرون ويقولوا هل نحن منظرون أبا بعذابنا يستعجيلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من ضرية إلا لها منذنون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفيق جناحك من اتبعك من المؤمنين فإن عزوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاق أثيم يلقون السمع وأذرهم كاذبون واشعراء يتبعهم الغون ألم تر أنهم في كل ودي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا شالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنطلبيا طلبون بسم الله الرحمن الرحيم الضاسم للك آية القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون السناة ويأتون الزكاة وهم بالآخرة هم يؤمنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم وهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن بلة حكيم عليهم قال موسى لأهني إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلك تصدلون فلما جاءها نودي أمورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عشاك فلما رآها تهتزك أنها جان ولا مذبرة ولم يعطب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غلسوء في تسعي آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة طلوة سحر مبين وجحتوا بها واستيقنتها أنقذهم ظلما وعذوا فانظروا وكان عقبت المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وولد سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يسعون حتى إذا أتوا على واد النبن قالت لم لتويا أيها النبن دخلوا مساكنكم لا يحضمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم الضحكم من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعبت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا عند الله وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفق وتضير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو الأذبحنه أو لا يأتي أني بسلطان مبين ومغر غير بعيد فقال أحبت بما لم تحيط به وجئتك من سبق من ميقين إني وجدت امرأة تملكهم أوذيت بهم كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فشدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في سماوات الأرض ويعلم ما تخون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم قال سننظر أشعر تقوة أم كنت من الكاذبين انهب كتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وأدوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أبدوني في أمري ما كنت طابعة الأمر حتى تشهدون قالوا نحن أدو قوتي وأدو بأس شديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرين قالت إن الملوك إنا دخلوا قرية أفسدها وجعلوا أعزد أهلها أدلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية وناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتبثتون لبمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فلأنتم بهديتكم تبرحون يرجع إليهم ولنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفد من الجل أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني علينا قل آمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتك به قبل أن يرتد إليك ضربك فلما رآه مستغزا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكبر ومن شكر فإنما يشكر النفسي ومن كبر فإن ربي وني كريم قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ظانت كأنه هو وأودينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فسدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم مكافرين قيل لها دخل الشرح فلم ما رأته حاسبته هلو الجدو وكشفت عن ساطيها قال إنه سرح ممرد من قوالير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين ولقد أرسلنا إذا تموت أخاهم صالحا أن يعمد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قومي لبا تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستوكلون الله لعلكم ترحمون قالوا اضجرنا بك وبمن معك قال قائلكم عند الله بل أنتم قومون تبتنون وكان في المدينة اللي سعى ترهطي يبسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لي وليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا نصادقون ومكروا مكروا ومكرنا مكروا وهم لا يشعرون فانظروا كيف كان عقيبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم أجمعين فترك بيوتهم خامية بما ظلموا إن في ذلك الآية لقومي يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولطن إضقال لقومي أتعدون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتعدون الرجال شهوة من دون النساء فلأنتم قوم تجالون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل نوق من ضريتكم إنهم أناس يتطهرون وأنجيناه وأهله إلا مرأته قدرناها من الروابرين وأفضرنا عليهم قطرا فساء ما ضار المندرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفا أهو خير أما يحيط أهو الله من الشيطان الرجيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق داد بهجة ما كان لكم أن تنبذوا شجرها أجلا هم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض ضرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حامزا إلا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المطلر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلا هم مع الله وللما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل لي أحبش رم بين يدي رحمته إلا هم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إلا هم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم شادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون بل الدارة علموهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وأباؤنا إنا نمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبر إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم شادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن شدورهم وما يعلمون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقش على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لودا ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم يزعون وفهم مسلمون وإذا وقع القوم عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم دعملون ووضع القوم عنهم بما ظلموا فهم لا ينضقون ألم يروا أن ناجعنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخلين وترجبان تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم دعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولو كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتنوى القرآن فمن هتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين فقل الحمد لله سجريكم آياته فتعرفونا وما ربك بغفل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم بالطاسمين في الغآية الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض واجعل أهلها شيعا يستضعف ضائفا منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المبسدين ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أربعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليمي ولا تخفي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعله من المرسلين فالتقضه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاضئين وقالت امرأة فرعون قرد عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأشبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربضنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكونونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أنه عند الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المسلمين ودخل المدينة على حين غفنة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغته الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فغضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأشباح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنشاره بالأمس يستشرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبعبش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك فاخرج إني لك من الناس يحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسعون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خاط أبوكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسق لهما ثم تولى إلى الضل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فطير فجاءته إحداؤما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سبيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصاص وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداؤما تمشي على استحياء قالت إحداؤما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أمكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجاج فإن أتممت عشرا من عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب بطول نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تخضلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن أطيع سوك فلما رأاها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى إني لا تخف يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمينين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وابم إليك جناحك من الرهب فذلك برانان من ربك إلى فرعول وما لئه إنهم كانوا ضوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أبتشاح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يشدقني إني أخاف أن يكذبون ولسنشد أمضدك بأخيك ونجعل لكما سبطانا فلا يشيدون إليكما بآيتنا أنتما ومن اتابعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عقب الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوطيد لي يا هامان عن الطين فاجعل لي سرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عقبة الظالمين واجعناهم أئمة يدعون إلى النال ويوم القيامة لا ينشارون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المطبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلتنا القرون الأولى بصائر للناس وودا ورحمة العلهم يتذكرون وما كنت بجالب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قدونا فتبضل عليهم العمر وما كنت ذويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجالب الغربي إذ ندينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تشيبهم مصيبة لما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكنوا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحرانت اللهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بوريدا من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسانة السيئة ومما رزقنا هم ينفقون وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتو الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن التبعي الهدى معك نتخضف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بضرت مع شأكها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نهل وارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعد في أمها رسولا يتلو عليهم آيتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المخضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم قول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستكيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهددون ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجابتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون أما من تاب آمن وعمل صالحا فعسى أن يكونوا من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يسيكون وربك يعلم ما تكن سدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه تنجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله وإذ الله يأتيكم بإربياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله وإذ الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصيرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنار لتسكنوا فيه ولتبدغوا من فضله ولعلكم تشهرون ويوم يناديهم فيقولوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله والله العلم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إن قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفارحين وابتو فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نشيبك من الدنيا وأحسنك ما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المبسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوته وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقوها إلا الصابرون فخسفنا به وبداله الأرض فما كان له من فئة ينسرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسد الرزق من يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لا خسف لنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبات للمتقين من جاء بالحسانات فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاده والربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في الضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يسدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودعوا إلى ربك ولا تكونن من مشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفهمون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآته وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا صالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشك بما ليس لك به علم فلا تبعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا صالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس العذاب الله ولئن جاء نشرهم من ربك ليقولن إنا كنا معكم أولس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلا بيث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم طوفا وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة واجعناها آية للعالمين وإبراهيم إن قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم دعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفقا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاه المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يعيسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخلتم من دون الله أوثانا مودد بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمان له دوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب واجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشات ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الشديقين قال رب انشرني على القوم المبسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأله ثم لنقول وأله إلا مرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لطنسي أبهم وضاق بهم ذلعهم وقالوا لا تخف ولا تهزن إنا منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدينا أخوهم سعبا فقال يا قوم عبد الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مبسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين وعادا وثمد وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فسردهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاشبا ومنهم من أخذته الشيحات ومنهم من خشفنا به الأرض ومنهم من أورقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يجعون من دونه من شيء وهو العسيس الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعطلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك آية للمؤمنين